السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي حمد العجمي ومتخب الامارات القوى البدنية باورليفتنج اليوم نتعام مع جنريشن سترونج مع نادب الرميثة وسأقوم فيديو تعليمي عن تكنيك حركة البنج طبعا حركة البنج هنا نتكلم عن حركة تستخدم باورليفتن البطولات كرفع وليس كتدريب خاص بنموه البطولات كثير من الناس يسئلون عن البنج وكيف طريقة التكنيك الموجودة في البطولات ويخلقون ما بين طريقة التكنيك الموجودة يستخدمونها لاعبي كمال العسام كبادي بيلدرز والتكنيك اللي نحن يستخدمها هو بين الفروقات البنج بالنسبة للبنج كحركة تستخدم في الحمل بالقوة تختلف عن التمارين للنمو العضلي نحن نستخدم فيها جميع عضوات نستخدم فيها كحركة ووضعيات مختلفة بحيث أن نحن فعلا نوصل لأعلى مستوى ورفع الوزن نستغل فيها طبعا الحجم العضلي أطوال الذراع التكنيك اللي موجودة لو من خلال شرحنا بتلاحظون أن حركة البنج يستخدم فيها جميع أجزاء الجسد بدءا من الرأس براعين الكتاف الصدر بايب تراي السواعد إضافة إلى الظهر الخلفي إلى جنحة وأيضا القدمين فعلا القدمين ساهم فعلا في عملية الرفع وبنشوفها بعد شوية في البداية إحنا عصا نتأكد أن نستغل وضعية الجسم طريقة فعليا وثبات فعليا عشان نرفع أعلى وزن لازم نبتدي أول شيء في البداية إذا بعلم البنج من الرأس والكتفين واللوحين طبعا في البداية لازم اللوحين يكونون دائما شادين على بعض إذا بنلاحظ من الخل لوحين كتف أضمهم على بعض في هذه الحركة عندنا أضمن أن الجسم شاد الظهر شاد يحمي الظهر العلوي إضافة إلي إذا نلاحظ إذا يديب هاي الطريقة المسافة تقل بهذا بحركة اللوحين طبعا إذا قللت المسافة في عملية الرفع أنا أستفيد من المسافة هذه بحيث أني أرفع أعلى وزن وليس المسافة أعلى كلما قصرنا المسافة في مكان أفضل نحن نبذل جهد أقل ونقدر نرفع وزن حكتا هاي في البداية ماذا ما شرحنا اللوحين نضمهم وبعدين الجناحين نجيبهم على تحت كأن الجناحين ينزلون إلى مسون الأرض تضغط بهم وبالتالي بتحس بشد وثبات في هاي المنطقة طبعا الحين بنحاول نطبق اللي تكلمنا عنه قبل سوية في مسألة عملية حركة لوحين الكتف إضافة إلى الصدر من المنفوق كيف نقدر نستلم الباق في البداية أفتح الصدر بحيث أنه يوصل لأعلى مستوى عين الباق لازم يكون مستوى العين بالنسبة لنسكة الإيد تختلف على حسب الوضعية اللي انت تحتاجها والوضعية اللي انت تكون فعلا مرتاح فيها وأقوى شيء فيها طبعا العملية فيها بعض التفاضل وتضحيات إذا وسعت انت تضغط على الأكتاف أكثر إذا ضيكت تشغل الترايسيفس أكثر فتضغط على الأكواة لكن فضل في البداية إذا تتعلم الحركة انك تستخدم لأنه واسعة بشكل كبير ولأنه ضيقة بشكل كبير شيء معتدل ممكن أن نقذ الخط طبعا نبتدي نضم الوحين الآن وبالنسبة للصدر وحرك الأجنة هثبته واحد فهي الحركة لازم الشخص يكون مثبت الوضعي وثابت في النزلة طبعا لما ضغطنا اللوحين والأجنحة وهي الطريقة الآن ضلينا محاطين على شدة الجسم إضافة إلى استخدام أكبر جزء من العضلات سواء الصدر أوكي والظهر العلوي تمام والأكتاف أوكي والترايسبس إذا لاحظنا إذا الشخص حاول يثبت هاي المنطقة باب يكون عليه أنه بس إلا يحرك يديه وإذا فعلا ضغم الأجنحة بيينها بلاحظوا أن المسافة تكسر والأجنحة تدفع معها حاليا فهاي الحركة ما تدفع فقط بالصدر تدفع بجميع العضلات هذه وتستخدم القوة الممكنة بالجسمك لها بالنسبة للتقوس اللي تشوفونه عند اللاعبين باور رفتن طبعا هم يقلصون الضهر بحيث أنه فعلا يقلبون المسافة ويرفعون الصدر التقوس غالبا ما يكون من الضهر دايركت لكن في البداية يبتدون يقوسون الضهر العلوي حيث أن يكون الثبات مفوق إذا بنلاحظ عملية التقوس طبعا أنا حينا در متقوس بهذه الطريقة إذا بديت ببتدي أقوم بعملية التقوس تلاحظون خلص صحبه فوق أن المسافة مسافة الصدر بهذه الطريقة أصبحت أقل وبالتالي أقدر أرفع أكثر لكن في عملية التقوس طبعا بدون تقوس شوفوا المسافة قلت بالتقوس المسافة بالتقوس المسافة إضافة عملية التقوس بالظهر العلوي وهي الظهر السفلي مش تقليل المسافة فقط ولكن هي تساعد أيضا إلى عملية شد الجسم بحيث أن الجسم ما يفقد شدته تحت غالبا غالبا الناس إذا بتفشل في الرفعة تحت حيث أنه فقد شدته تحت إذا فقدت شده تحت كيف أنت بتدفع الجسم نفسه لأجزاءه أن يدفعه بقوة طبعا بداية بتكون صعبة لكن إذا عملية الشده موجودة بالتقوس هذا ونزلت خلاص بتدفعه باليدين ونشده موجودة وما تفقد طاغتك عشان تتم عملية التقوس بشكل صحيح لازم تتم من القدمين بحيث أن القدمين تبقون محافظين على ثباتهم ثبات الجسم على البنج نفسه إذا ما يتحرك يمين يسار في هاي العملية تستخدم الرجلين تبتدي ترجحهم بمسافة بحيث أن حسب ما شفت وحسب ما جربت أكثر من طريقة ممكن في طرق ثانية الناس تعرفوا أكثر مني لكن هذه الطريقة نشوفها عالب أن الركبة تكون بمستوى أقل من البنج نفسه بحيث الركبة تكون نازلة تحت والبنج تكون مرتفئ بهاي الطريقة أنت تكون شادة منطقة وتشد عملية المتفئة حيث أن المقعدة هنا تكون شادة وعدم تحركها عن البنج نشوف هاي العملية بشكل مبسط ترجح تحت نبتدي كما بدنا فوق نعدل الصدر واللوحين وبعدين نبتدي عمليات التقوس الرجلين والدفع عمليات الدفع تفيدني بحيث أني أنا أدفع البنج بقدمين بتحس أن هناك ضغط وشد على عضلات الحوض من هنا إذا فعلا في شد على عضلات الحوض من هنا معناه أنك انت بتقوس صح وعندك ثبات فتشد هاي العضلات إضافة للعضلات الخلفية وعندك ثبات بحيث أنك انت ما تحرك البنج المفروف إذا حد قام بدفعك وبدفع رجلك من هنا الرجل هاي ما تتحرك نبتدي نؤدي حركة مرة ثانية هارو الشرط إلا أقوم بأنا وأنا نازل بالتدريج بالتدريج نازل الرجلين أضغط بهم الأرض ولما أدفع أدفع برديه وبرجليه في نفس الوقت بهاي الطريقة أنا أكون دفعت البنج للأرض فغط بالأرض ودفعت برجليه فوق فهنا القوة تبتدي تمتد من الرجلين إلى فوق البار وتكون عملية فيها أقوى والدفع فيها أفضل في بعض الإضافات أحبنا نتكلم عنها وأنا أستخدمها طبعا بحيث أني أنا أحافظ على شدة جسمي في الرفعة بالنسبة لي أنا أمسك البار أخلي الضغط بين القبضة موجود وأحاول أني كأني أثني البار على تحت إذا أحظنا من الحركة وأنا أثني البار على تحت لجنحة شادة طبعا تظل الظهر شاد لجنحة شادة والأكتاف الخلفية شادة إضافة إلى ما أنا أعمل الحركة هاي الصدر عضلة الصدر الأساسية أوكي تبدأ تقدم على فوق وتشد فبالتالي أنا أحافظ على شدتي هذه في عملية الرفع والكنترول عندي دائما بتحكم بالبار موجود أيث لما أنزل يكون الشد موجود نجرب الطريقة هيا وهي الطريقة الحركة ثابت ما فيها خلل ما فيها ارتعاش لديهين ثابتات البار يتحرك في خط مستقيم بهاي الطريقة وينزل في نفس المكان بعض الأمور الشباب لازم انتبهوا لها في عملية رفع الوزن طبعا الناس عندما ترفع الوزن تبتدي تنزل وترفعه بهاي الطريقة بعدين تعدده إذا أنت وفعت الوزن بهذه الطريقة بتبتدي تخسر الشدة اللي أنت فيها وما بتقدر تعدل نفسك مرة ثانية فالأفضل أنك أنت تسحب الوزن باستخدام الأجنحة في هاي الطريقة تكون في وضعي تكنولي اللي تقدر عليها ويكون فعلا الوزن ثابت والعاضلات ثابتة والوضعية ثابتة والتكنيك في أفضل مستوى نجرب الطريقة أنا أبتدي يعدل وضعيتي أكون في نفس الهان أدفع بالرجلين وأسحب الوزن أسحب الوزن سحب تلاحظون ما في حركة إذا جربت أسوي الطريقة اللي هي هذه أنا تعبت الكوع تعبت التريسيبس وما قدر أضم في الوضعية هاي قبل يتعدلها وبالتالي خسرت الطاقة اللي موجودة وممكن في حالة أني أنا أرفع بالقوة بالقصوى أو الوزن اللي أستخدمه في البطولة أخسر الرفعة وما أقدر عنجزها بالنسبة للدفع بالرجلين في النهاية الناس تعاني من مشكلة ارتفاع الجسم في حالة الدفاع بالرجلين لكن هناك طريقة ثانية أنا أفضلها أنك أنت بعد ما ترجع دي الرجلين إلى الخلف حيث أنك أنت تثبتها للدفع أنك تلف من ناحية الأنكل وطبعا هذه ممكن تختلف من شخص لشخص على حسب مرونته وحسب كفاته لما تلفها يضل الشد من الخلفية وثباتها ولما ترجعها فعلا ويكون الشد من عضلات الحوف الجسم ما بيرتفع أبداً بهذه الطريقة لأنه خلاص وصل نهاية وعملية الشد نجربها الآن إذا بتشخونها من الطرف يطلع حولها عملية رجلين الحين ومتجها إلى الأمام أنا برجع وغلف رجلين للداخل بقية طريقة وما تلحبون لارتفع عندي الظهر والخلفية أو تغير مكان القدمين بالتالي ما بتكون عندي أخطاع في البطولة في الرفعة اللي موجودة موسيقى في مور ثاني لازم ينتبهي لها اللاعب في مسألة التنفس الناس الضل لما تتنفس تتنفس مجدداً عشان تحافظ على الشدة عندك لازم تتنفس من المعدر بحيث أنه هو يكون مالي المعدر وضغط على الحجاب الحاجز يساعدك على الشدة وحماية أسفل الظهر وحماية الظهر بشكل عام وجسمك يكون شاد وعاد بشكل كبير بالنسبة لي أنا لما تنفس إذا أنت بتشوف نفسك تتنفس بطريقة صحيحة هو الأفضل أنك تشوف نفسك أمام المرأة في البداية إذا شفت أن صدرك تحرك صدرك تحرك على فوق معناه أن الهوى في صدرك أنت ما تنفسك من المعدر لكن إذا بدأت تدخل الهوى في المعدر تحس أن صدرك ثابت مثل المعدر شادة والجسم شاد هاي الطريقة تبتدي أنت فعلا تطلع الطاقة من داخل الجسم قد تلاحظونها بالنسبة للشباب اللي تابعون الرياضة مثل الرياضات القتالية أو لعبة الكاراتي أنهم بيبتدون التنفس بإخلاق هو المعدر أو إدخال هو في المعدر بحيث أنه يقدر يحمي هاي الأعضاء إذا جاءت ضربة وبهاي الطريقة في عملية الشد نطلع الهوى بشكل تدريجي بشكل بطيء ونبتدي نظهر الطاقة بشكل أكبر ماذا ما يحصل طبعا في عملية الغطس ممكن نصير بالعملية لأنك تاخذ الهوى وبعدين تبتدي تطلعها بشكل تدريجي في النهاية أن نراجع مسألة التكريف من اللي شرحناها في خطوات السابقة أول شيء نتأكد من ضمله حين الكتف بحيث أن المسافة تقل ونحافظ على شدة الظهر العلوي من الأمام نبتدي عملية ضغط البار أو ثن للبار بحيث أنه يحافظ على شدة الصدر والأجنحة يتبت الظهر الشيء الثاني نبتدي نرجع نطبق هاي الحركة على البار تمام عملية الرجلين في التقوص نحافظ عليها وننف الرجلين في النهاية في النهاية التنفس عشان نرفع قوة أكبر في النهاية هاي المقاطة اللي تكلمنا عنها والشخص إذا يتعلم التكنيك لازم ينتبه لها واحد عملية شد الجسب بلوحين الكتف والأجنحة إضافة إلى تقريل المسافة برفع الصدر إلى أعلى اثنين عملية التقوص حيث الواحد ينتبه فيها أن يقوص على الظهر وإضافة إلى أسفل الظهر ثلاثة عملية استخدام دفعة الرجل وكيف تثبيتها على الأرض أربعة التنفس كيف الشخص يحافظ على تنفسه من المعدة وكيف يتم محافظ على شدة جسمه في النهاية أشكر جنريشن سترونغ على مساعدتي في تقديم هذا الفيديو لأخواننا الرياضيين العرب وإضافة إلى صالة برميثة لسماحهم لنا في تصوير هذا الفيديو في مقرهم في دبينا في الحمل شكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة